أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال والتجديد وصيانة المساجد وفرشها والاهتمام ببيوت الله مع نوابنة تقوم الوزارة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر بافتتاح 314 مسجد تم إحلالها وتجديدها وقالت الوزارة أن المساجد بتضم 121 مسجد من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منها 5 مساجد إنشاء جديد و194 مسجد بالجهود الذاتية اللي بتدعمها الوزارة منها 6 مساجد إنشاء جديد وأكد كمان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه اللي تم بناءه من مساجد جديدة في مصرنا العزيزة خلال 6 سنين ربما لم يبنى في أي دولة أخرى على الإطلاق وإنه تم بناء ما يزيد على 1200 مسجد جديد وما قامت به وزارة الأوقاف من إحلال مساجد قديمة وإعادة بناءها أو صيانتها بيزيد على 3600 مسجد وفي شهرية سبتمبر وأكتوبر في حدث غير مسبوق لا في مصر ولا في أي دولة بيتم افتتاح 314 مسجد تم افتتاح منها اليوم 14 مسجد جديد و7 مساجد بالمحمودية و7 مساجد بجنوب